في هذه الأثناء قال رئيس التركي رجب تايب أردوغان في تصريح صحفي أدل به عقب إدلائه بصوته في الانتخابات في إحدى مدارس إسطنبول قال إن بلاده قطعت مسافة طويلة جدا على طريق الديمقراطية وإنها ستعزز هذه المسافة من خلال الانتخابات الجارية حاليا وأعرب أردوغان عن أمله بأن تحمل هذه الانتخابات الخير للشعب والبلاد